للأسف لا توجد طريق قصير لأنه لتكون عندك العراقيل أحيانا تدور الطريق كيقولك طريق السلام ولو دارت أقصر طريق هندسين هي خط المستقيم بين النقطتين تشي في تيوريك في الكاغيت دي المهنديس لكن في الواقع في المكان عراقلا لخصك الدور دابا الواقع المر فأنا ما نعرفش نزوق تكشيش أنا ماشي سياسي ناجح لأن السياسة كذب غير كدوب وأنا ما نعرفش نكتب كين نفوذ فرنسي في شمال إفريقيا وغرب إفريقيا وهو نفوذ تقريبا ما زال بنفس القوة في جميع المستعمرات الفرنسية بدرجة أقل نفوذ إنجليزي في المناطق التي هي مستعمرات إنجليزية أو التي ورثتها أمريكا من إنجلاتيرا وحتى دولة ضعيفة مثل بلجيكا أو البرتغال مستعمرات القليلة اللي عندهم في إفريقيا باقي عندهم الهيمنة اللغوية والاقتصادية باقي بلجيكا مش سيطرة على الماس والدهب والمعادن التمنى في كونغو وباقي اللغة الإنجليزية أنا من اللي مشيت لبرتغال السنة الماضية تفاجأت بأن المساجد مملوئة غير من ناس دي الغينية وهم عمريسي قلت ما علاقة غينية؟ قالك لأن كانت البرتغال مستعمرة غينية إما المغربة يمشوا للفرنسي يخدموا أو ما يجيوا للبرتغال بكل صدق حراس الفرنكوفونية في المغرب هم جزء من بنية النفوذ الراسخ في المغرب ومرتبطين بالقوة الخارجية ومدعومين وكل محاولة التعريب كل محاولة المدنفة لغة العربية كيستضم بتمكن دي لهؤلاء خصوصا أنه هم فاهمين اللعبة المجالات الحيوية هي الإدارة والاقتصاد والإعلام والتعليم تعليم لأسباب تتعلق بالوعي الإيديولوجي المبكر خلت المد الوطني، المدرسة الوطنية، الحركة الوطنية، فجل الاستقلاد ترفع شعارة التعريب طبعا الحركة الوطنية مشيت جزئية فاهمة نخصة عرب التعليم باش يعطيها الأطول اللي غيشتغلوا في الإدارة وفي الاقتصاد وفي الإعلام ولكن هنا على الأقل دخل التعريب اشنو داروا ليه؟ تأمروا عليه باش يكون تعريب أعراج وفاشل كما قال أحد المسؤولي الكبار اللي كعرفش كيقول لي هو الدكتور محمد بن البشر الحسن يقال لك وضع نامط تعريب ليفشل حد ذاك المعاملة المالية اللي دون عليها وضعت لي تفشل فشوية كين تنافس وكين دبال تراجع وكين تقع قور حقيقي وأنا من التخوفات اللي عندي أن الوزير الحالي جئ به لأنه عنده عقلية فرانكوفونية مخرج من ليبوني شوصي غادي في ذاك الخط ديل التكنوقرات الفرانكوفونية ولكن إدارة اكسفتي إلا مواقع قليلة جدا إدارة بقى مفرناسة اقتصاد كله بقي مفرناسة وبموجب أن الاقتصاد مفرناس بقيت شعبة الاقتصاد الفرنسية كلها في اجتمد بالعربية والإعلام دفاتر التحملات ماشي فقط اللي يوضع الخلفي اللي قبل الخلفي كلها مخترقة من قبل القناوات الفضائي لأنها أبسط شي كتقفضة التحملات الفرنسية خستتكون 25% العربية خستتكون 50% ما كينش تكش محترم واش كتدل له هكا الله أعلم يجي من الفرنكوفوني نحطنه في هكا ولا يبنين في هكا مواعيش شنو تدل له شنية الطرق اللي دايرا هو كيم مدر نفس الحوايج الأخرى أنه لما الدولة كتكون مكبالة مقيدة والناس وستمنى مربوطة بجيات القران هذا وزير التعليم اللي الله حيدوه قلت لي فوجوه قلت له أنت أحد أعمدة فرنسا في المغرب وشكي شكي بيه مخلال من قاله كتب بيه الشكاية رسمية للدوائر العليا في البلد قلت لي فوجوه نقول لي ونعود نقول لي إنهم تجيبوا وقال المدينة المنجرة تجيبوا وزير التعليم في العالم الإسلامي يديروه على أخطر قطع لي والتعليم وهو مستلب لغويين وثقافيين وقلت لي لأنه فرنس 24 اللي كان بتلذي اللغات عربية وفرنسية وإنجليزية كان شي نشاط فرنسا سولوه أعطى تصريح بالفرنسية وما طبعا نخصو من قطوة تصريح وترجموه الإنجليزية وترجموه العربية يقول له حجة وزيارات جاجب كامونا مدم هو مغربي عربي هو يديرنا تصريح قول لي عافك وش يمكن تعود لنا بالعربية باش نبتوه في فرنس 24 عربية ويبقال لغا الإنجليزية ينخسروه في الوقت الفلوس قال لي ما أنا ما كان عارفش العربية كون عندي كده وزير التعليم تخيل وزير التعليم دي الفرنسا وكيدوه بالعربية ويكملها ويطبزها ويعوارها من اللي يقول لي عافك وديو بالفرنسا يقول لي ما كان عارش الفرنسا باش تعرف الفرق بين الدول اللي سيدة والدول اللي ما باقى فقد السيادة ده واقع مؤلم من قولوه بكل صدق نحن ما زالت سيادتنا منقوصة شنو اللي يبقى بقاعدك الشعب باي هو الشعباتش ايش كان دوله واحتين اني ما قلتش نطالب الدولة انت فرد علمو اللي الحوانت يكتبوه بالعربية قلتلك الشعب خاصو لاننا را ما دبا 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 واش احنا مشينا هزين السلاح أبيض عالمو اللي الحوانت باش حيدو الباكيني قدوه كيبيعوا الحجاب ولا الشعب ملو اللي عدة تلابشين جلال بخسبوه لعنو جيبيع جلال ب ولا الحجاب دا كيبيع فلارات مشاوا قلبوه في تركي على المايو اسلامي اللي مغطي كل شي بحلقة مدرية دا وجابو كيبيعوه لماذا قاعد الريستوران الذي كان في المحطة البنزين الذي يتنافسه في الجوامع؟ كان هناك واحد يزعلي فردي وقال له دير المكجامع ولا نحرق لك هذه الحالة؟ أو لأن الذي يأتي يصلي؟ في الأول كتيك أتقلم؟ يجب أن يأتي القزار كارتونة وتصلي وسط الدبان؟ أو يشوفون ما الطلب لأنه هو التاجير يجب أن نفرضون نفسنا ما عندنا إلا المعقل الأخير والأسرة لماذا يحاربون في هذا؟ لماذا العولة ما جاء لها؟ لماذا الأمم المتحدة مستدفى؟ لأنه آخر معقل فلسطين اللي يشد والأسرة لديهم لا سلاح لا خمز لا تحش وكأنهم يحاربون في المرأة الفلسطينية البرامج اللي تنزل الأمم المتحدة لكي تقنع المرأة الفلسطينية بتحديد النسل وكي تقنعها بأنها تنخرط في العولة الأسرية لا تصورش لأن اليهود عارفين أن اللي هي لكم هو هذه الأسرة اللي بقى تقليدية ونووية ومتضامنة وكتولد الولاد وممتدة ومتضامنة وكتولد الولاد بقين يردوها نووية وردومتهم حناكي ولده 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 نص دبا؟ إحنا دبرا عندنا الأسرة وعندنا الشعب من اللي تفرض نفسك وقت اللي تجاعد ملحان وت تخلوا عنده يقول لكم بانجور ولي السلام عليكم مقرأ يتقمط وليقول السلام عليك لن تجيز الفردي على البياء وشريه باش يشريه في شعبان التمر هذا هو حيث تاجير اكارت في رمضان جاي كيشريه التمر كيشريه باش يبدي الجيد المواد باش غايصاب شباكي وانت فاشتكت بس الموتو وكيف وكيف يكرك الحويس الصيف انت كانت تلعب الكرة في الصيف وكيشريك في الأدوات المدرسية لأنه هو حيث تاجير معلش في التجارة في الدول الشتراكية لأن الدول الشتراكية كانت الدولي كتميعو تشريه الناس يدخلوا لمدرسة وذلك اللي غيسني الورقة باش يجيبوا العدوة باقي ما فقش من السكرة ذك شيرس الليبرالية يلي نشحت ماشي اللي عنا الغربة جيد بل لأن الله عز وجل خلق الحافز في حرية التجارة نعم احنا ما عندناش إلا الشعب يضغط والشعب يضغط التربية التربية ستكون بوعي لأنه اللي يقدرني أنا ماشي فقط أنه الفرنكفونيين في المغرب والسكيرية والمستلبين والمنحارفين المتدينين هست prisoners not來 putting Sweden unless you borrow it you're much gone اللي انت ما عندوش وهو ما رابطش لغة بدين касا رابطهم الدولة العثمانية من أعدم الدول الإسلامية في التاريخ وحما Serbia's 배ز leaves ولكن حينت الأتراك مربطوش بين اللغة والدين هم ساهموا في تتريك العالم الإسلامي وفرضوا اللغة التركية تro ק pictobos klateval Qt immigration ولهو التحت اول لغة الدين اللي هو يدي العبدالعل argentوي بهيض غيراacts مابا 30 دلم تمن كاáسدقه افق مقاها جييد وتقراه وتشوفажи العلاقة. نرى اللغة والدين والهوية هاكام شاك. وهو ليش كتب دكشي لود غيري. مش فقط لانهو خمسين عام. مألفشي ثلاثين كتاب فالشي. لانهو اول ما بدت صدمة ديالو انهو ترجم وثائق ديال المرحلة الاستعمارية. وانشارها في كتاب وانا اشدته بهذا الكتاب وانشرته وعنهو ثمانيات الحلقات في الصفحة الاخيرة من المجلة الجديد. لانهو مشجاب الوثائق ديال من. ميسيو مارتي. لويس ماسين يون والجنرال ليوتي. ثلاثات الوثائق. ترجمهم وانشارهم وعلق عليهم. اشف هاد الوثائق. كيندولك على مغريب الف وتسعمية وعشرين الف وتسعمية وعشرين. يعني بداية الاستعمار. هاد الوثائق. ميسيو مارتي بصفته وزير التعليم الحكومة الفرنسية في المغريب. ولويس ماسين بصفته المستشار ديال وزارة التقافة والتعليم. والجنرال ليوتي بصفته الحاكم الفعلي ديال المقيم العام. شف هاد الوثائق. انهو نحاربوا اللغة العربية باش نحاربوا الاسلام. ماشي موش كنتم مع العربية. مع القرآن. وراء الكثير منطبوع ومنشور. كي يجي فيه الوثائق على ان فرنسا نهار حتى ترجليها. فاهمة طبعا عندها خبرة ديك السعادية لثمانين سنة في الجزائر. فاهمة ان الحرب على الاسلام. وحربوا عن اللغة العربية. راكم معرفتوا. بلا ما نذكر الاسماء. شكو اللي دعا. لانهو القرآن الكريم الترجم للداريجة. باسم انهو النهضة الاوروبية. نشأت للماجات الحركة البرتستانتية. علي دي مارت اللوتر. وحاربوا الاحتيكار دي الكنيسة الكاتوليكية. للنص الديني. لانهو مكتوب اللاتيني. الشعب مكعرش دينه. رجال الدين يقولوا لي اللي بغوا ويحكموا لي بش بغوا. ويكلوا لي امواله بالباطل. فاهم مقلك لا. فنضو ببرتستانت. لس نضو حرب آلية. أبادت أربعين في مئة مسكان أوروبا تسمت حرب الثلاثين. قرن السابع عشر. لانهو نطلبوا بأمور من الطلاق. منها ترجمة الإنجيل إلى اللغات المحلية. فرنسية والإنجليزية والإسبانية والألمانية. وكان الكنيسة محرمة. سننص يبقى مقدس. قالوا لي نفس الشي. تحنا دابخس كل شعب يعرف القرآن باللج. تخت اللبنانيين يكتبوه باللبنانية. يترجموه باللبنانية ويقرأوه. وما له هو القرآن مترجم الفرنسا. ويرا كين في المعارض مترجم الفر دارجة. وتخيل القرآن الكريم بالدارجة. تخيل قصة يوسف بالدارجة. تخيل الفاتح بالدارجة. ويجي تتفرج في هذا الصلاة. شاء الله يكون فادي للخوشوين. هاتش كله حرب عن الإسلام. لأنه ماشي المو المشكلة والعربية. العربية هي العائق في وجه الإسلام. عطلتكم مزيد. عطلتكم سبرولية. علش بقى في اللغة العربية المتنة. فرنساوية في المتنة. كين لسنجولي وبلوريال. واللغات كلها. لديين كين في العربية لش. حينت القرآن الكريم في المتنة. وقال ما نهاكم أربوكم ما عن تلكم الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من خالدين وقاسمهما إني لكم. ما لمن نصعين يفد للهما بغرور. فالما ذاق الشجرة بتلاهما سوآتهما وطفقه يخصيب عليهم ورحمة جنة. مقطع واحد في شيء ثلاثمية متنة. وكل ما احفظ القرآن مشاهدت في حاله. قال رجلنا من الذين يخافون هالعملوا بدخلوا عامل بالباب. قال تأتينا طائعين. الله عز وجل لما قال السماوة قلنا للسماوات الأيسية طلعون كلا. قال تأتينا طائعين. فسواهما. سبعة سماوات الأيسية. الموت النبقاء لأنكي القرآن. حرف الإذلاق. كتسمى حرف الإذلاق لأنك تذلق لسانك إلى ما وراء أسنان الخلفية العليا باش كتنطق الذال والضاء والضاد. الدال والضاء والثاء. ولو لا يكون الله أقول لك الضاء داد والثاء تاء والذال دال. ومن اللي يقول ليه. ماشي غا يضعو ثلاثة الحروف. المعجم العربي غا يتبدل. ما يبقاش على ذلك الفرق بين دلة وذلة. ما يبقاش على ذلك الفرق بين غربة وعزبة. بين ذهب ودهب. علاش؟ لأنه بنية المعجم كلها بنية للتنائية. وغا يتضيع. اللغة كلها غا تمشي بحالة. لكن حرف الإذلاق القاتل لأن علماء تجويد حافظوا عليها. قواعد التركيب. الإعراب. كل ما القرآن كان قروا فيه الإعراب. كيفاش غا تقرأ. يا أولادين آمنوا اتقوا الله. يكون ما كانش الله منصوبة. شكل يتقى لأخر. ولذا بين الكفر والإيمان أن تقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه. يعني حروف علامة الإعراب. إلا مشت علامة الإعراب. مشت اللغة. إلا ثلاثة الحروف الإدلاق تقلب لك المعجن. ديفين نص. وعلا قد تقموا لكل. والكتب القديمة كلك ستعود تقرأها لأنها قد تجي تلقى هذا دليل تولي ذليل. غا يمشي المعجن في حروف الإدلاق. غا يمشي الرتبة. دبا العربية حي تعدك الإعراب. عندك ستادي الرتبات في جملة واحدة. فعل فاعل المفعول به دارب زيدون عمرا. تقول دارب زيدون عمرا. دارب عمرا زيدون. زيدون عمرا ضرب. عمرا زيدون ضرب. ستا. درو فو الدوسيس. هاد الحرية في الحركة اللي كتسمى ترتيب الحر في الليسانيات كي يسميوها ترتيب الحر. لأنه القارنة دي الفاعل المفعول به هو النصب والرفع. ولا دا قلب وشا قلب كي بغيتي. فين ما مشى الفاعل رفاعل حين عنده السما ديال والرفع. وفين ما تؤخره لتقدم المفعول به رعده النصب. غير تحييي العلمات دي الإعراب تولي لديك الرتبة إلزانية واحدة. دبا في الفرنسية لأنه سقط الإعراب. كان الإعراب. لما سقط الإعراب في الفرنسية. ما يمكنك تغير الرتبة. إذا تحولت من اللغة غنية فتاة تستدر الرتبة. اللغة فقيرة في رتبة واحدة. جان مانج لابوم. ستقول لابوم مانجو. لا يمكنك. لماذا؟ لأن القارنة ديال الفاعل المفعولية الرتبة. كي لفرب وراء السيجي وراء الأبجي. لكي تعرف السيجي لأنه الثاني. الأبجي والثالث. العربية ما عندكش قيدة. وغتقولي وش غنضي لحنا بدل الحرية؟ سيندروا بها أبعاد البلاغية لأنك مليك تبغي تفوكاليزي واحد. الكلمة كي تجدين قدام. إياك نعبوده. لازم ما نقولش نعبوده إياك. لأن تقديما نفعولي به هو نوع من تخصيص كيتسمى التبقير في الليسانية. فوكاليزاسيون. عوالم بلاغية ودلالية. يدي نيونس كيتسمى فروق نقوش دهبية كتمشي إلى غير قيدة الرتبة. دباء اللغة الأوروبية فقيرة معجميا. فقيرة في الرتبة. ومين جمعنا دون فقر؟ التدولية اللي هي البلاغة. اللي هي المجاز. سببات سقوط جموعة من الخصائص. القرآن الكريم حماها. نهار نضيع اللغة العربية ويدع معها القرآن. الله عز وجل قد إننا نحن نزلنا الدكر. وإننا لو لا حافظوا نتابهوا. ويكون نعشون له إذنكم. الله را ما حفظش لنا القرآن. حافظ القرآن. لنفسي. راحنا يمكن تضيع علاقتنا بالقرآن. والدليل هاهم إخوتنا العجم. اللي جاء من الاستعمار واجتالهم عن العربية. ها وكما آتا تورك فرضا الأتراكي يكتبوا بالحرف اللاتيني. ها هي اللغات الإفريقية كلها. كتر من ربعين لغات كانت تتب باللغة العربية. كوني بقي ده بقى؟ من أكثر من مية وخمسين اللغة في العالم الإسلامي. كانت تكتب بالحرف العربي. وكتسهل تعلم القرآن. وفي نهار واحد كالقرس وما كينش غرابة باللغة واللغة الإسلام. لنجمعهم الخط. كيف حال ده مالكين؟ كيني الله الفارسية في عيران. وكين الأردية في باكستان. وكين البشتون في أفغانستان. ثلاثة اللغات اللي يبقى. من مية وخمسين اللغة. تفرض عليهم الحرف اللاتيني. وفي العود يبقوا مربوطين مع الإسلام. تكون الإسلام مترطم على الاستعمار. لأنه يكتب الحرف اللاتيني يكتب الحرف اللاتيني. وإذا نحن نحن حدث في المغرب عن الأمازيغي تكتب تيفينا. ما تكتبش تيفينا. تكتب الحرف العربي. كين كانت؟ وعندنا تورات ضخم. أشنو زراف تركيا؟ زراف تركيا أن التورات الذي كتبه العثمانيون في تمانية قرون دي العلوم والمعارف والفق والحاديث والسيرة والتصوف والمواعد والسياسة والاقتصاد والتاريخ. مشاه. لأنه لم يعد في تركيا بعد عشرين عاماً شخصون يقرأوا التركيا القديمة لأنه مكتوب الحرف العربي. إذا بغيت تترجم ذلك تعاود تطبع ذلك التورات كله. بالحرف اللاتيني. ميزانية الأمريكان على الجابون على الشينوى على الصين على ماليزيا مئة عام. أخسكال في عام كالسنة ضوئية. يمكنش. هذا الوعي في السنب نيو. لأنه اللي يفرسني. مش ملي كالقى واحد مغربي غير متدين. كالقى مسلم ملتازم. وباللحيان المرة بالحجاب وبكي يبعون دو بفرنسا ويعدوا عامين. لأنه بالنسبة للفرنساوي ذيك عنوان دي التقدم. والدين بوحده ووراك يمشي صلي وجي دو بفرنساوي. ما فاهمش العلاقة. في الوصاية دي الحسن البنا وصيك يقول اجتهد أن تتكلم العربية. ما استطعت فإنها مش عائل الإسلام. بن تيمية يقول إن التكلم بغير العربية في غير ما ضرورة خصلة من خصال النفاق. السلام عليكم. إلا تسوء الخرغة مشوا للحبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.